الأهلي من على الموقع الرسمي للنادي الأهلي وأكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي نواليد سليمان لعب النادي الأهلي جاهز طبياً لمباراة الأهلي معه رايا كوناكري الغيني أدى اللعب التمرين مبارح كامل بعد ما كان بيشتكي من تورم في أمطل القدمة طيب معينا دلوقتي على الهاتف كابتن سمير محمود عطمان الحكام الدولي السابق مساء الفلو على حضرتك مساء بنورك كابتن شيمة إزايك عمنا إيه؟ أهلا بحضرتك من وارنا بنورك مبروك على المكان الجديد الله يخليك يا كابتن طيب إنه هذا من أهم الأخبار والمنشتات التي كانت موجودة على الجرائد كان روزر يوسف بيقول إيقاف نور الدين شهرين استبعاده من لقاءات الأهلي والزمالك الحكم يعترف بخطأه بعدم طارد شناوي واللجنة بتحمل قدمة رجلة الجزاء لأبو خاطر أوكي طبعاً ده خبر كبير طبعاً وهقوله لحضرتك باختصار لأ ما فيش إقاف تم رسمي خالص من لجنة الحكام لأي واحد من الحكام اللي قدروا مباراة الأهلي والإنتاج لأنهما بعد المباراة بيعودوا بيشوفوا الأحداث اللي حصلت والقوار الجدلية اللي تمت إنما باختصار طبعاً أي واحد بيدير مباراة ومش بيبقى موفق فيها تمام؟ وبتبقى قوار واضحة زي كده اللجنة بتقعد فترة طبعاً حاجة استبعاد مثلاً أو يلعف أقسام تانية لغاية ما هو يعيد مستواد بس مش بتبقى بشكل إقاف يعني هو ما وقعش عليه فعلاً إقاف من أتحاد الكورة بس فلن هيتم استبعاده من إدارة مباراة الأهلي والزمالك ده شيء طبيعي كابتن شيما طالما الحكم عن المشكلة أو فيه مشكلة تمت مع أحد الفرق الكبيرة زي السنوات الفاضل اللي سابقها وأي دوري في العالم لازم اللجنة تستبعده من بعض المباراة اللي هي على أقل مثلاً دور كامل مثلاً عبد المزدينية يهتيه ده ويردع تاني في مباراة تانية دي بتبقى إدارة لجنة يعني لجنة عن لجنة بإداراتها بتختلف بس ده الشئ الطبيعي أنا عمل مشكلة معناتي مش هلعب لفترة كابتن سامير بخبرة حضرتك شفت الأخطاء الكارتية دي إزاي؟ بصي وأنا يعني بصي طبعاً أنا حللت المباراة دي فأنا قلت لهم ده أسل أستجيو التحكيمي إيه؟ اللي أخطاء حادث في تكافة نشيمة هي مش طبيعية كارتية بالضبط قانون كرة القدم بيقولك إذا كانوا في رأيي الحكم اللي حصل النهاردة ما كانش طبعا طبيعي وغدا بالك يعني الكرة في أول اللي حصل ده مش طبيعي بس سوء توفيه من ثلاثة موجودين في المكان كان إبراهيم نور ومحمد المخاطر وكمان المساعد الحكم صحيح وغدا بالك فطبعا دي مش محتاجة شرح يعني الكرة اللي احنا شايفين على الشاشة دي مش محتاجة شرح بس سوء توفيه الثلاثة اعتمدوا على بعض للأسف ما شافهوش الكرة بالشكل السليم كل واحد اعتمد على الثاني بس سولة طبعا تبقى منحصر بين الحكم الخامس وحكم المباراة ومساعد الحكم طب والهدف اللي تم احتسابه تسلل أنا السوء مستمع وفي حاجة دخلة معنا كابتين شيما طيب كنت بسأل حضرتك على الهدف اللي تم احتسابه ان هو تسلل طبعا دي برضو مساعد الحكم الثاني كرة سهلة جدا جدا يعني صعب قوي ان حكم درجة ثالثة ما يشوفش كرة زي دي بس بنيجي برضو سوء توفيق كامل لطاقم الحكام مباراة سهلة مباراة سهلة تحكمية بس للأسف مشاكل كتيرة حصلت ما كانش تنظر من طاقم حكام دولي اضرر زي المباراة دي صحيح بشكرك جدا كابتن سامير محمود واطمان الحكم الدولي السابق نورتنا في كلام في الميديا ونرجع نكمل معاك وتابعا